واشعارفين بالجامعة الملكية الألعاب القوى الرئيس دياله هو عبد السلام أحيزون هذه 16 لعام النتيجة اللي جاب لنا في هذه المدة هي 4 ديال الميداليات ثلاثة منهم ديال نحاصل الفطة واحدة اللي ذهبية قبل ما نصدمكم بالميزانية السنوية والفلوس اللي كتت تخسر وسترهم زيان على كل ما تتخسر على هذه الجامعة اللي ما عاطيت النتيجة اجي نشوفوا جامعة ألعاب القوى في دول المجاورة في إفريقيا اشنا حققوا من 2006 تشالدابا نبدأوا في نيجيريا والتي تعتبر هي أضعاف واحدة وهذا كان حسنا منا بمراحل نحن حققوا في هذه المدة 8 ديال ميداليات جوجة في ديال و 3 ديال نحاصية في 2008 و نحاصية في 2016 و في ديال نحاصية في 2020 موراند زولتونس لعدد السكان دياله كتر من كازا غير بشباركة مجموعة الميداليات ديالهم وصلت لدابا لتسعود ومنهم 4 ديال الذهبية دهبية في 2008 وجوجة دهبية و نحاصية في 2012 و 3 ديال نحاصية في 2016 و دهبية و فدية في 2020 أما مصر وجبت 15 ميداليات في هذه الفترة جوجة نحاصية في 2008 و 3 ديال نحاصية في 2012 و 3 ديال نحاصية في 2016 و دهبية و فدية و 4 ديال نحاصية في 2020 وأخيرا جنوب إفريقيا الذين يأخذون 20 ميداليات في هذه المدة منهم 7 ديال الذهبية و بعدها ما نزيد نستع لكم رأسكم و نقول لكم مقشاش خلاوهم وعقلت كلمة ديال تخسر لكم قبل 6 ديال و أهجي نقول لكم لماذا قلتها على قبل أن الجامعة الملكية لألعاب القيوة في هذه 16 عام تخسرها على ميزانية التي تكون كل عام ما بين 9 و 13 مليار إذا بعملية حسابية بسيطة أن كل ميداليات في الضياء أو نحاصية تقامت عليها ب 40 مليار سنتيم و في حين أن الذهب نديرها لـ 61 مليار سنتيم هل تعلمنا أن هذا مسؤول ما صالحش و أعرفت ماذا؟ والله يعطي نحن الجامعة فين يغبرنا حاسنا